السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لازم نتكلم حول شجرة الخروب الشجرة المباركة التي كترى عنها القيل والقال في السنوات الأخيرة لعدة أسباب ولعدة اعتبارات اليوم هذا الفيديو فقط لتوضيح إحدى المغارطة الشائعة والتي يتكلم حولها البعض ربما دون قصد وربما بعض الأشخاص لإيهام أشخاص آخرين حول جدوق مشروع الخروب الموضوع الذي نتكلمه اليوم ألا وهو محصول شجرة الخروب في السنوات الأولى تحديدا أي من السنة التالت إلى السنة العاشرة سنعطي الكيمية التي ليس فقط كيمية التي درسناها في الكتوب أو سمعنا بها وإنما الكيمية التي أعطت الأشجار في إحدى الضيعات أو في مجموعة من الضيعات النموذجية في المغرب وفي إسبانيا يعني قلنا المغرب وكذلك إسبانيا لتقارب المناخ وتقارب الأصناف على بركة الله في السنة الأولى لا يعطي تقريبا لا يعطي نهائيا وفي السنة الثانية لا يعطي وفي السنة الثالثة نقول بالعامية الشجرة كتحلم يعني تعطي أول غلق أو أول حبات في السنة الرابعة تعطي تقريبا نصف كيلوغرام في السنة الخامسة كيلوغرامين تقريبا يعني خمس سنوات من الجهد يعطي كيلوغرامين فقط وفي السنة السادسة يكون المحصول الأول شبه اقتصادي يعني تقريبا حوالي 22 كيلوغرام هذا بعد ست سنوات ركزوا معي بعد ست سنوات يعني ست سنوات ليس بالأمر الهيين لا من المستوى المادي ولا على مستوى الوقت بعد سبع سنوات حوالي 55 كيلوغرام في السنة الثامنة حوالي 70-80 كيلوغرام وفي السنة التاسعة إلى العاشرة حوالي قنطار يعني 100 كيلوغرام هذه المعلومات الدقيقة في ضيعات نموذجية يعني السقي المنتظيم وهناك بالإضافات يعني من سماد عضوي وبعد سماد مركب يعني اعطاء الشجرة كل احتياج يتياغ إذن من يقول أكثر من هذا المحصول فإنه واهم يعني قمنا بزيارة مجموعة من الضيعات وسألنا أصحابها عن المحصول فأعطوناك النتائج الآتية إذن باختصار شديد في السنة الخامسة حوالي 22 كيلوغرام في السنة السادسة 55 كيلوغرام وفي السنة السابعة حوالي 75 كيلوغرام وفي السنة الثامنة حوالي 80 كيلوغرام وفي السنة التاسعة إلى العاشرة تقريباً قنطار حسب نوع التربة وحسب الخاصيات المحيطة بالشجرة ولكن بالفعل هناك بعض الحالات نادرة هناك بعض أشجار في المغرب أعطت مثلاً طنين تقريباً 2000 كيلوغرام ولكن في أشجار معمرة تجاوزت حوالي 25 سنة إلى 30 سنة هناك أشجار معمرة بالفعل أعطت أرقام قياسية وأعطت لأصحابها ما شاء الله دخل جد ممتاز ولكن بالنسبة للأشخاص الذين يريدون الاستثمار في الخروب لا أود بأخذ بالاعتبار بأنها هناك 6 إلى 7 سنوات من الانتظار وهذا ما قاله الرئيس الجمعية بيوم مهنية لمنتج الخروب في المغرب الخروب سهل وصعب صعوبته في الوقت والسهل في معاملاته مقارنة بالأشجار الأخرى كالأفوغادو مثلاً كالليمون كالزيتون كالرمان مثلاً فالخروب جد ممتاز جد ممتاز اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة